في الذكرى الخامسة والتسعين على تأسيس الجيش العراقي وزير الدفاع خالد الهبيدي توعد في كلمته تنظيم داعش بمعركة هي الاشد هولا من سابقاتها لتحرير نينوى وقرب هذه المعركة حسب تعبيره مشيرا الى ان معارك تحرير بيجي وتكريت والرمادي تمت بعقول وسواعد عراقية ان المعارك الضافرة المؤزرة في تكريت وبيجي وآخرها في الرمادي افرزت نسقا قتاليا مميزا للقوات ومعارك المذجية فهي معارك عراقية بامتياز بعقول وسواعد عراقية رئيس اركان الجيش وكالة عثمان الغانمي اشار الى استمرار ربد الكلية العسكرية الجيش بل عناصر الكفوة من الضباط القادرين على مجابهة العدو باساليب متطورة بعد ان شهدت الكلية تحديثا لمناهجها النظرية والعملية تخرج هذه الدورة راح يكون تم رفض قواتنا المسلحة التي تقاتل داعش في سوح القتال بالخبرات اللي تم كسبها وانتهالها في هذا الصرح بكل صنوفها حقيقة دورة الضباط الخامسة بعد المئة واحدة من الدورات التي تخرجها الكلية العسكرية والتي تعتمد تدريبات مكثفة تمثلت بالقتال الاعزل وحرب الشوارع والتعبئة العامة وغيرها من العلوم العسكرية العملية ترافقها دروس نظرية مختلفة في حقوق الانسان وتاريخ الجيش العالمية من اجل اعداد ضباط قادرين على ادارة المعركة عند دخول الطالب الكلية العسكرية يدرس سنتان تقوميتان نظرية وعملية تضمن العملية كافة انواع الاسلحة والنظرية تضمن كافة دروس التعبئة والجرافية والتاريخ اضافة إلى ذلك دروس اخرى وهي دروس التعبوية ويتضمن القتالات الخاصة وتعني القتال حرب الشوارع والقتال في المناطق المبنية ويتكون الجيش العراقي الحالي من 15 فرقة عسكرية معظمها مشاته انهارت نحو 5 فرق منها عقب سيطرة تنظيم داعش على عدد من المدن العراقية اعيد الان بناؤها واشراك البعض منها في الحرب على داعش استحضار السيرة التاريخية للجيش العراقي منذ تأسيسه تدفع باتجاه تطوير قدراته العسكرية لمقاربة هذه السيرة على الرغم من محاولة بعض السياسيين ازج به في دائرة الصراعات السياسية والاستقطاب الطائفي لكنه نأى بنفسه عن كل ذلك حسب متابعين من الكلية العسكرية في الرستمية وليد الشيخ الحرة